قالت المتحدثة باسم وكالة الأونر واجل التومة أن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به وأضافت تومة أن سؤال أحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافيا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد لأن الملاجئ مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأونروا إلى أن الأشخاص يلقون إلى بناء أكواف أو العيش في سياراتهم موضحة أن أونروا تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي